حقيقة إن لله وإن إليه رجعه أما يكون الإبن في البيت مع أمه لبي يكلمها ولا بيودها ولا حتى بلزمها ده الرجل شائع أقول لي كي بس سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما الرجل حمل أمه في الطواف قال له يا رسول الله أوفيت حقه قال له لا ولو طلقة من طلقات الولادة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بقول لك كما أخرج الإمام أحمد في مسنده رغم أنف عبد أدرك أبويه أحدهم أو كلهما ولم يدخله الجنة وارغم كنعن الزل والمهانة إلى هذه الدرجة وصلت بسبب حب الدنيا وتملك الدنيا يا ابن والله والله لو كانت تدوم لأحد لكان رسول الله حيا وباقي ولكنها تفنى ويفنى نعيمها توقى الذنوب والمعاصي كما هي ولي في فناء الخلق أعظم عبرة لمن كان في فهم الحقيقة راقي شخوص وأبصار تمر وتنتهي شخوص وأبصار تمر وتنتهي ويبقى المهيمن باقي كله بن أنثى وإن طالت سلامته يوم على آلة حداء محموله فإذا حملت إلى الكبور جنازة فعلا بأنك بعدها محموله الأم الأم والله ما هتنال رضا ربنا اللي بيها سيدنا النبي الرجل بيسأل وقول له من حسن الناس يا رسول الله أو من أحق الناس بصحباتي يا رسول الله قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك الرجل جابي للسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام والخبر في الصحيح صحابي بلؤ ذل في الجهاد يا رسول الله رح يجاهد مع سيد النبي صلى الله عليه وسلم قال له أحي والدات يعني أبوك مكحي قال له نعم يا رسول الله قال ففيهما فجاهد ففيهما فجاهد أقول لك على حاجة سيدك النبي كما أخرج الإمام التنميزي وغيره يقول كل ذنب كل ذنب يؤخره الله سبحانه وتعالى لصاحبه إلا العقوق فإنه يعجله كل ذنب يؤخره الله سبحانه وتعالى إلى يوم الكيامة إلا العقوق فإنه يعجله صاحبه في الدنيا وإلك ما لك من الله من موقف